أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن صلاة الضحى من الصلوات النوافل الطيبة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وسنها لنا صلى الله عليه وسلم والضحى هو وقت امتداد الشمس وارتفاع النهار ولذلك سميت بهذا الاسم سميت صلاة الضحى لأنها تصلى في ذلك الوقت وهو بعد شروق الشمس بمقدار رمح والرمح هذا يقدر بالوقت تقريبا الآن ما يقرب من خمس وعشرين درجة يعني ثلث ساعة أو أكثر شيء قليل عندما تشرق الشمس ويمر ذلك الوقت يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الضحى ووقتها يبدأ كما قلنا بعد شروق الشمس بثلث ساعة إلى قبل صلاة الظهر بعشر دقائق تقريبا وصلاة الضحى هذه هي صدقة عن كل أو عن جميع سلاميات جسم الإنسان يعني عظامه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى إذن صلاة الضحى هي صدقة تجزئ عن هذه الصدقات وعن جميع عظام ومفاصل الإنسان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الضحى وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صومي ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ووتر على نوم وكذلك أروا سيدنا أبو الدرداء هذه الثلاثة وقال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما دمت حيا وقال بصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن أوتر على نوم عدد ركعات هذه الصلاة أقلها ركعتين باتفاق الفقهاء وأكثرها إثنتا عشرة ركعة كما ذهب إلى ذلك السادة الحنفية وبعض السادة الشافعية وجمهور الفقهاء من السادة المالكية وأكثر الشافعية في المعتمد عندهم ومذهب الحنابلة على أن أكثر صلاة الضحى ثمانية ركعات ومن استطاع أن يصلي ركعتين فخير ولكن كما قال العلماء أقلها ركعتين وأفضلها ثماني ركعات وأكثرها إثنتا عشرة ركعة فمن صلى ركعتين فقد أدى ومن صلى ثماني ركعات فقد أدى الأفضل لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى صبحة الضحى ثماني ركعات وأما من استدل بالركعتين فاستدل بقول أبي هريرة أو صاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتين الضحى وأما من استدل أو من قال بثنتي عشرة ركعة فاستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي في سننه من صلى صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب فيستحب للإنسان أن يحافظ على صلاة الضحى وأن يؤديها حتى يحظى بالأجر العظيم وهي صلاة الأوابين اللهم اجعلنا من الأوابين ومن المتطوعين ومن الذين يتبعون كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وشكرا على حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته